بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء سنتعرف على اختران الجيب و اختران جيب التمام و اختران الظل او لهم ساين كوساين تان من خلال منحنياتهم مجالهم مداهم و التزايد و التناقص الى اخرى من الامثلة التطبيقية على مثلا الساين و الكوساين اللي بسموها الاخترانات الموجية او بسموها الاخترانات الدورية مثلا احشر مثالي اللي هو الدولاب دولاب الملاهي لو تخيلنا ان النقطة الخضر هذه كرسي في اللحظة صفر كان ارتفاعه عن الارض احد عشر متر مثلا و بلش هذا الكرسي ايش ماله يدور يتحرك الان انا بدي اياه يصير يتحرك لراحظوا معاي على اليسار ايش رح يصير معانا في اثناء حركته الان الزمن صار 56 بالمية صار الارتفاع كام 40 طلع المنحنة هون كيف عماله بسوي عماله بطلع يلا ردنا سونا الحركة مرة ثانية بيظلوا طالع لحد ما يصلى وين لما يصلى القمة بعد القمة ايش رح يسوي رح يرد ينزل عشان يك بسموه دوري بيظلوا يلف طلعوا كيف الان خليه يلف في كل مرة بقدر اعرف لك انا ارتفاع النقطة الخضراءة هاي عن الارض اللي هو الكرسي هذا عن الارض طب سؤال الى متى رح يظل مستمر بهذا الطريقة رح يظل مستمر الى المال النهاية لذلك كنا نقدر نتكلم ونقول ببساطة انه هذا الاقتران مجاله هو كل الاعداد الحقيقية من حقك تعوض باي عدد حقيقي ولانه رح يظل يلف فراح يظل يعطيني ايش هذا المنظر اللي امامنا اللي هو زي الموجة طالع ونازل وطبعا من تطبيقاته اللي هي الموجات الصوتية موجات الضوء اي نوع من الموجات هي كلتا اصلا تتبع اما ساين او كوساين او خلطة من الساين والكوساين والتان الاخير من هذه الاقترانات خلينا نتعرف على الان الاقتران بشكل نظامي اكثر لو شفنا هنا الفنكشن اللي دقلناه هي الساين اكس واخدناها تشوفها مع كل التحويلات الحسابية تاعتها رح نتعرف على شيء اسمه سعة الاقتران او اللي هو مدى الاقتران انا عندي المدى الاقتران هنا لحظه بس من سالب واحد لواحد يعني اجابات الساين يعني عمرك ما راح تشوف جواب ساين طالع اكثر من واحد او اقل من سالب واحد اذا نطوله عمره الساين راح يكون جوابه محصور بين سالب واحد وواحد احنا انتفقنا قلت الشيء انه مجاله هو كل الاعداد الحقيقية ومدى هو من سالب واحد لواحد والكوساين كذلك الامر الان لو جئنا نطلع عليه بطريقة ثانية شوي فيه عندي شيء اسمه دورة اللي هو الاقتران دورته شوف الساين بادي من صفر بعمل لف كاملي زي الدولاب قبل شو يشوفنا لف لف كاملي وبرجع على وين لعندي اثنين باي اذا هو دورته بياخذها من صفر لاثنين باي بشكلها الكامل هذا اللي متكلم عن الفاذر هنا اللي هو الفنكشن الاصلية او الدال او الاقتران الاصلي اللي بدون اي تحويلات هندسية عليه الان في عندي شيء اسمه سعة اللي هو الاقتران اللي هو الفرق بين اعلى قمة و اقل قاء و طبعا نلاحظ انه هند الاختران اللي بدون نوصفه انه متزايد في الفترة من صفر لباي عثنين اللي هو في الربع الاول تلاقي الساين متزايد في الربع الثاني متناقص اللي هو من باي عثنين لباي اللي هو من تسعين ل مية وثمانين متناقص بعدين بسير كمان مرة متناقص لعن ثلاثة باي عثنين بعدين برجع بتزايد مرة ثانية وهكذا يكرر نفسه إحنا نأخذين دورة واحدة وبنحلل بهذه الدورة الآن سؤال إيش لو غيرنا إيه لو غيرنا إيه زدناها طلع شو بيصير هاي الرسمة الأصلية هون هي رسمة السين الفاذر وهون إيش صار فيه عندي صار فيه إلو اكسبان صار يطلع لفوق يزيد السعة الآن ماذا لو أصبحت إيه سالبة طلع معاي إيه لما تصير سالبة طلع بينقلب القمة بتصير قاع والقاع بيصير قمة اللي هو بسميه انحكاس في محور السينات خلينا نرجع للأصلية اللي هو لمكانة واحد هاي الإقتران للأصلية مكان واحد الآن تعتقد نشوف الفريكونسي اللي هو إيش هو الفريكونسي اللي هو التردد أو اللي بنحكي عنه سعة الإقتران لحظة سعة الإقتران كيف يا إما بعمل شرينك يا إما بعمل اكسباند اللي هو يا إما تمدد يا إما انكماش حسب قيمة كي اللي هي المضروبة في اكس لاحظوا هنا الفنكشن كيف مضروبة في X هنا لو عملنا Shift بعمل له Shift يمين و بعمل له Shift يسار لو حطيت للساين إشي كمان زائد شي برة بصير يعمل له Shift لأعلى و لأسفل هذا النفس اللي هي الحركات اللي تعلمناها سابقا لاحظ هذا الساين بيدلك على قديش اللي هي سعة الإقتران و برضو أعطاك اللي هو دورة الإقتران السعة و الدورة حتى هنا بهذا الحالة لو غيرنا لأيه تلاحظ كيف بعمل إش رينك طب هذه نفس الأشياء ممكن تتطبق على الكوساين نعم لو رجعنا الإقتران على صورته المثالية أو اللي هو الفاذر لاحظوا هذا الخط الأخضر بمثل اللي هو دورة الإقتران وهذا بمثل سعة الأحمر الآن لو غيرنا بدل ساين حطينا كوساين بس مجرد دخلنا هون و غيرنا كلمة ساين حطيناها كوساين X يعني اللي هو X أو ثيتا أو هاي بس إحنا هنا معارفينه X شكله كأنه ما تغير إشي لا تغير إحنا كنا باديين من صفر و طالعين لفوق هلأ صرنا باديين من واحد و نازلين لتحت إذن هنا الإقتران لاحظ كيف متناقص بالفترة من صفر لعند باي و متزايد من باي لعند 2 باي أخذ قيمة صغرى محلية عند الباي هناك كان ما يخذ قيمة عظمى محلية عند الباع 2 في الساين هنا أخذ عند الباي صغرى محلية و عند 2 باي أخذ عظمى محلية إذن لا اختلف بس اللي هو وين بيأخذ القيم الصغرى والعظمى الآن في برنامج مثل الماثماتيكا مثلا بيعطيك إياك ويف بسمعك إياهم كأنها صوت فبتسمع الساين يعني كأنه موجة الساين والكوساين كأنها صوت فبتقدر تعرف أنها إيش يعني أنه فيه تقارب شديد بين الاخترانين وأصلا هو حقيقة هو كل واحد منهم انسحاب للثاني فنشوف التان كيف شكله هذا الرسمة اللي أمامنا هي رسمة التان والانسحابات يعني تنتبق عليها نفس الصفات اللي تعلمناها سابقا لاحظ هنا في التان عندي تان الباع 2 اللي هو التان التسعين غير معرف يعني قيمته غير موجودة لذلك عند الباع 2 والثلاثة باع 2 والخمسة باع 2 وسالب باع 2 كلها تبطلع فيه بسموه محاذيات عمودية ومحاذيات رأسية لأنه الاختران بيكون عنده غير معرف لذلك هنا في التان مجاله جميع العداد الحقيقية ما عدا الباع 2 ومضاعفاتها والمدى تاعه هو حاكلها إذن كل هذه الاخترانات الثلاثة الرئيسية في هذا الجزء تعرفنا على بعض خصائصها واللي ممكن أن تستكشفها بزيادة عن طريق هذه الوسيلة التعليمية المساعدة موسيقى